الفيلم قاعد يعرف فيه نجاح كبير ودود فعل إيجابية من عند النقاد من عند إعلاميين صحفيين كيف كيف الجمهور نحكي لكم على فيلم محمد علي النهدي معزة طريق الأسود اللي تشارك فيه الفنانة القاديرة ليلة الشيبي أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بيك مرحبا بيك المستمعين لكل موردني لك وحشك نعرفه بي ما نعرفه حب نبارك لك البنوتك شاء الله ياربي هنيها ومبروك شوية روتارة معراني بعثت لك راه في بالك معه اي با يمكن في بالي والله ما نعرفه هنيوني العبيد الكل وقلهم مخصيبكو للناس اللي نحبهم ونعرفهم هكا كيفكم للناس اللي نحبهم زيدا من خلال الباج متاعي ليلة الشيبي فريما نحبكم برشا ومخصيبكو خطر أغدقتوني بالمحبة برا الله يدوامها محبة وانتي تستحق المحبة لكل ليلة الشيبي فنانة محبوبة يحبوك برشا 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 من الوسط الفني وحتى خارج الوسط الفني انا فرحانة بيبرش على خطر كان بالنسبة لي مفاجئة فيلم محمد علي النهدي معزة طريق الاسود هو بطل الفيلم فما روح فما عفوية فما صدق في اداء الدور الحقيقة والله العظيم لاني نشكر فيه كيكو قلت هولو في الاوف وبشا نقوله هوني قدام الناس الكل نحي محمد علي النهدي على اختياره على خطر ما نتصورش حد اخر ينجم يقدم الدور هذا بالصدق اللي عاملو نحكي لكم على سيف المناعي اهلا وسهلا اهلا وسهلا هميما بيك عشقتي ميرسي على انفتاسيون مرحبا مرحبا مبروك نجاح الفيلم عايشك عايشك ميرسي بوكو اه الفيلم اه والله العبليت لكل فرحانة بيه وانا قاعد لشوف الريكسيون تاع الناس كيفاش فرحانة بيه ولد حومتي واصحابي شكون شكون سيف هكا من الممثلين والناس يتفرجوا يمكن في العرض الخاص هكا جيك وقال لك مبروك رك أبهرتني صحيح للناس اللي ما تعرفش راو السيف ماهوش ممثل محترف شارك في ديكوغمة خاجوة ولكن هيدا اول عمل لفيلم طويل مكش من عالم التنفيذ مكش متكون فنيا مكش عامل مسرح ولكن فما موهبة بغامان شيفها محمد علي النهدي والله صحيح اكلمك هاي الموهبة ديه صارت من عام 2008 عملت فيلم شريط قصير مع دالي النهدي عام 2008 وبره من الوقت اذيك عودت رجعت الفرصة كناش نعملو سيريق قبل وقف عدا وقف السيريق ذيك ما متصورش معنش مشكلة صارت له دالي اللي هو الصندوق الاسود اللي هو الصندوق الاسود كان مسلسل قبل ما يكون فيلم كان مسلسل عملنا منو حلقتين بيلوت بش دار بيهم داليش تفرج بش يوريهم هاكا بيتعي يتعرضوا في قناة من القناوية ثم بعد ما نعرش وقف صارت له مشكلة لدي كلو حكيه دالي وحمد الله انفان خرج الفيلم للنور وشيف شيفوه الجمهور اما انا نحب نفهم ليه كيفاش عارفك دالي قبل الكورمتراج انتي مكش ممثل سيف بالله هي حكاية صارت لي مع دالي كيفاش عارفني من الول واسببها في في الحومة بنهارة حد ببلقويس في ببلقويس هابت كنت في السوق نخدم وهابت نلقى دالي يصوروا في الحومة كاميراوية واحد وصغر ما خلوهم مش هكا يمشوا منه منه عشرون واحد بطيره قلت ويمشي من غالي خلي الناس تجدعنا فضيت المشكلة فضيت المشكلة قالي جاني احكي معاي قالي قالي حومتك قلت له وي حومتي ببلقويس قالي هرانيش نصورو ثلاثة ايام في حومتك نحبو على قهوة نعملو فيها بوز ودار نبدلو فيها نعملو فيها مكياش حاجة واحد قلت له انا وكي اذا كل موجودة نوفره قالي هكا معنا ثلاثة ايام طب بعد نخلصوك عبارة شناخدم معه ايام اكا هون بعد ايام كيك اروعوا الصيعة نصيحها قالي فمش موتور شي صنصورو بيها ايام ايام قلمت صاحبي انا قلت له عندو موتور مزاكي شريع نهرتها من السوق قلت له جيبها بش نكريوها لجماعي مرثلو جيب الموتور ويجق نهر احد جي امروين صاحبي جيب الموتور مدينها للدور اذا اللي كانش يعمل للرؤ البطل درنتو عمرو مساق موتور في حياتو ولا بشي بيها يجري موتور تخلبيها في الكربة موتوري يقصرها سقيت قصرت في زوس تفل صاحبي ترام موتورو ما عادش بطلو فيك ما عادش بطلو عرض علي دليل اقتراح اذاك بوك لو للموتور اللي كان ان شاء الله هو لبيس بارك ان شاء الله هو لبيس كيما قلت صار الحادث راك انت اليوم مكش موجود في المواز قد الحادث اذاك العشية دليل رجع بش يشوف موتورة فلي جدا حكي لي لحكي هي قليرة وسيناريو هكا ريتك الفضاحة اللي صرت لنا اخوي اذاك يبرف معانا شهرين كاملين اه طلعهم يعرش يسوق قليرة وسيناريو هكا واكت حبت جيت عمل كاستينج قلتوا انا شو مدخلني في تمثيل دليل ويعا قليجة شوفها فكرة مشيت قابلته في باس باس تير اه شفته غادي عملت كاستينج معايا صوسا الجملي دقيت عليها الباب اه حعت لي هي البيب قتل عايتلي البابا tattoos ونسمع فى صوته قتلي لي ابوك مش لهنا قتليو اللي هني اسمع فى صوته عايتلي البابا عمل الكاستينج سوروني اه ومن بعد قالي طوا اخطى parityوا قتلوا كيفيش تختارني ياخي انت عايتلي كاما انت في البيون من عرش انا واختري كitto شيف فيك حاجه اي شيف فيك حاجه اي مكن اطنع اي ومن بعد طلبني الثمانية نتعليل فقلي انا اختارنيك انت غدو الثمانية نبدى عا Passover من غادي انطلقت الحكاية مع ذلك ليلى الشيبي يعني هو كان في حون تو رايد على روحه وجاء عاونهم مدلهم يد العاون صار هالكسيدون هيدا لكنه صبب يكون ممثل اليوم وانتي تمثل الوالدة متاعه ام معز ترى انو القدر اليوم خلى اليوم السيف المناعي يصير يمكن في المستقبل ممثل محترف صحيح مقراش صحيح ما ما تكونش مسرحيا ما عندوش التكوين اللي يزموا لكن فما الموهبة هي الموهبة هي الكل راهو وقت الانسان يبدى موهوب خاطر الكل قدر يلعب معنا لعبت ورا ومش كان سيف انا بيجي راهو بالقدر راهو مشيت للتمثيل خاطر منعرش كنت الميدان ما نعرف حد نعرف حتى حد ما كنتش نتصور ليلى الصدفة معناها الصدفة ايه انا جيت مش نكتب جينيريكل سلسلة هزلية في هلمي النهدي وطوفيق البحري يا رحمه وطوفيق الغربي يا رحمه وطوفيق الغربي وربي طاول في عمرهم الناس الكل قالوا خلقيت روحي انا في وسط بلاتو خاطر ما عندهم شو ما سيناخيو ولا سينوبسيس اكستغا اه معناها كل واحد كيفاش القدر لعب معاه انا توسئلته سيف قلت له يخي بعد البطولة هادي شنو انا ويتعمل خاطر بديب الكبير اي بديب الكبير بديب الكبير راهو مش مش شوية معنا فهمت اه 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 انا انا راه اللي الدومين متاعنا ياسر سعيب اه عنا ما شاء الله من المواهب راه ما شاء الله من المواهب الباغ الموجودين يمكن اه دلي اه اه اللي ميتخاج اللي كل ذحينا فيه راه اللي ميتخاج هذي وننصح العباد تبشي تفرج شي خاتر مزين برشا معنا سر مزين يه سر مزين وهو مختلف على اللي يعجبني في دليل كونه العين اللي غزر بيها معناها للسينما متاعو هي متاعو متشباش السينما واحدة اخرى مثلا مختلفة مختلفة وظهر لي لي تان الليلة بش نبعدو شوية عن سينما المؤلف اللي وكي لازم تكون موجودة وليكن لازم فهم ارتكيت لا يا يا عذي صحا شوية حاكا شوية حاكا شوية حاكا هو مشي للسينما الوقعية اللي هي توا يخدم عليها على خطر خطر لو كان معناها خطر ياما يخدموا عالفانتازم والفانتاستيك ولا يخدموا عالسينما الوقعية ميقعدوش يخرف في خرف التوم السيسي اللي اغنى معادش فيها ممم ولا بيش تخرف خرفتهم السيسي يجب تكون عندك بارشة إمكانيات وبرشة جمالية وشفت فهمها في الأخر ونم تفهميش وشفت وصعدت فما فيلم فالا ترشي تخرج تقول عليه عام لوز عمل فيلم هيدا تتسائل لكن ليه ليه فيلم هيدا راكي تمشي تتفرج شي تلقى فيه روحك تلقى فيه المعاش متاعك تلقى فيه السيف اللي هو ويلد باب لقويس بالحق معانيها وتلقى الحكايات متاع الناس اللي تمر بكذروفة ديك كفيش يدمق جوهك كفيش يقصرون مخك كفيه يلقى ثنية يأما يخرج يلقى البوليس اللي هو يعاقبوا مغير ما يفهموا وإلا يلقى الدواعش اللي هو ما يهزوه الإقاب ماء شد من ذلك فهمت معانيها ما فاميش ما فاميش ما فاميش فاميش اني كيليبر ليه؟ معاني اني فام عباد راه وديزي كيليبري اللي هزوهم معانيها الإجرام في إداعش معانيها وسيف وسيف كان تلقائية ممتازة ذي اللي بش نحب نسأل وسمحني ليلة تلقائية هذيكة وإنه انتي سيف مثل دور نطار من ببلاقويس ومن بعد يجي ويجي ويدا مغجولك يجي واحد مسدود معاك وميما عندي سؤال مطار تقبل ستوش سيف؟ ليه ولا ليه ولا ليه حمير زيت تعليز ليه خاطر نحصيب متريني على حتي ليه ولا حمير زيت تعليز حتى في كخبة خاجرة ومعا مواستومي نطارت زيدا نطارت ستوش هكا ولاي بيه السؤال اللي أنا حبيت نعرفوه صار عليك هذا في الحومة جيك شكون حبي دمغجك حبي يمكن يستقطبك ويردك يمكن إرهابي ساير هذا في الحومة العربي في ببلاقويس هذي ساير أما مش صار علي علي نحن عندي صحابي في الحومة عندي صحابي نعرفهم صار عليهم أكيد دمغجوا لعبولهم بمخاخهم يلقوا رويحهم في تركيا من تركيا يدخلوا البلايس هذيك صار في برشة بلايس لهم ممكن اللعنين ما يوريهش ولا ما يحكيهش أما هي صارة الحكايات هذي صارة في الحومة العربي كله وصارت على برشة شباب يعني ترى اليوم انو الفيلم اليوم يخلينا يمكن انواعيه والناس شنو اللي ينجم يصير في اللحومة الشعبية في بلايس أخرى مش كيه اللحومة الشعبية رو سيب أخطوفهم لي حتى في الحومة الراقية الراقية اكزاكتما يستقطبوهم يبدلو لهم مخاخهم أنا اعتبر الفيلم كأنو فيلم وثائقي وثق أحداث إرهابية صارت اللي صار في متحف باردو إنك تيقف مع ليلة الشابي وتيقف قدام لمين النهدي ممثلين محترمين كبار عندو من التجربة ما يكفي ما خوفكش ما رعبكش والله هي ليه الحقيقة ليه هاي هاي مدى أمي مثلت أمي هاي هي تقول لك في الكاميرا معتا هي تعت ومثلت معالمين النهدي ما ملقاوش معي صعوبات ولا حاجة كاي ولا نقعد ونعاودوا عاونوك نصحوك نعاونوني نصحوني نزيد هما يعطيوني كين تغزرونهم ممثلين كبار ومعنتا في الكاريير وواحد زيد هو يعطيك الطاقة يعطيك الأنرجية تتعلم منه واحد حتى انتي مثلا تتعامل معها الكاميرا أما هو كي تبدأ ويقف قدامه مثل كبير يجب تعرف القيمة ذيكا زيتا حتى انتي يجب تعمل تقدر المواب أو تقدر العبد اللي يوقف قدامك هو سيف الحقيقة على خطر أولا الحقيقة أنا واحدة من الناس حبيته معنيها خلق قلبك الخطر يلزمك يراه يلزمك تكون شو معنيها هو ممثل كبير ولا ممثل هو احنا حبيناه وكنا معاه سوبر معنيها ملقاش ممثلين متعاليين هكا وممم هكا ولا ليه معنيها معنيها احنا حزرنيه بش يحس روحي وهو حسيتها ليهي امي بالحق دفع عليا على الحاق مجيه فرختونا الحومة معانت تحس ليهي امي رحا معانت امي امي اتفتت معنيها لعبت بالحق وصدق وفهمت ليهي تدفع عليا واحد مع سيف اللي مع احترامي سيف صحيح انتي نجحت ولكن انا كممثلة ما زلت ما نعرفكش بالنسبة لي انتي انسان داخيل مكش فنين مكش ممثل دونك نقص تكوين هكا قبلت هكا شيخة مع سيف سمحني هاو يوجدو ما في النهر يوجدو في البحر سؤالك مهم اولا الفيلم متاع محمد علي يمكن محمد علي ما كانش ظروف بش يجيب ممثل بش يخلصوا بالبرشرة داكوردو احنا بيدنا عملنا تنازلات في اللي كشم تاعنا نسكر داكوردو ثانيا انا منيش ضد حتى حد ما هو حتى حد منهم سيف داكوردو ثانيا انا منيش ضد المواهب مزلت كنت في سبيتلا في مهرجين معناها الوطني لدور الشباب ودور الثقافة ما شاء الله من المواهب اللي انا ابهرتني معناها اللي لحد كونك تقول يوصلوا للبروفيسيونال هذو هذو ما بروفيسيونال داكوردو لكن انا نخاف على سيف من الكاريير هذي كيما نخاف علي ريتهم زيدا في دور الشباب ودور الثقافة على خاطر لو كان انا مندفعش على الممثل ومهنة الممثل شكون بش يدفع عليه هذي يعليش مثلا ان بوبا بخندغلو غيسك بش يدخل دومين اللي هو ما يلقاش بش عايش صغارو هكا ولا ليه صحيح اسكو تلقى انتي بش تعايش صغارك تصرف عليهم من اطرافة ما انتاج ترا انتي عندك الوقت مثلا بش تدخل تتكون ان شاء الله هي 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 تجربة بيه يعني عملتها وعملتها عندها افاق بالنسبة ليكي شفتها فما افاق انك تصير عندك مسلسلات اللي هي تحكيلك فيه ليلة وما فاميش صناعة مفاميش انتاج ان شاء الله والله ان شاء الله بالتجربة ذي اللي عملتها ذي اللي عجبت الناس ان شاء الله تحلب ثثنية تحلبي بين منها وانا ريت ركسيوم تعال عبيد كيف يجاوبوني عبل حميد ودلطفي بوشناق الناس نوفل الورتاني الناس ظافر العبيدين مرسي هذيكم كل رو تشجيع ليك انتي كي ترى انتي الناسة كاية تكلمك وفرحانتلك بالعمل متاعت تعطيك بوش القدام باش تخدم نجم بتاعتي بوش قدام تخدم وتوري تصويرتي خير منها كاية ويروني في عمال اخرى ان شاء الله عليش اما اش تقول لك هي ليلة تقول لك اليوم فمش انت يجو ما فمش خدمة اللي ان شاء الله حاجة والواقع حاجة والواقع حاجة ساشنو اللي خوفني انا سمحني سيف انك انتي تناجم تبدأ بالكبير وتنجح في الفيلم ولكن تبقى في الفيلم اذاك وتتحصر في الفيلم اذاك وما يعيتولكش مثلا في ادوار اخرى وانتي سيية عشت النجومية وعشت الشهرة وفرحان بالخدمة هذيك ليهي تدخل الانسان بعضه كيفاش ننجحت لنا القش روحي من بعضنا انا قتلك الكلم هيدا سيف ولا لا ننجحه من ننجحش كله بيد ربي هو ربي حنينا كريم كان ربي مشي يحلك اثنية هو ربي يحل هالك هو اثنية ما يتعرض لك كيما جيت كاكاكا من الحيط لا تدريه كيما ربي هو حنينا كريم يحل اثنية لاي عبدو ويرزق عبدو من غير حيسيه بخت ولد باب الله محلي يمشيو الكويز اوستار فنسئلكم اسئلة سريعة كل واحد فيكم سؤال ويجاوبوني في ساعة في ساعة يمشيو الكويز اوستار الكويز هيا سيساي فصحيح دالي كلف محامي بش يدافعليك مرتين المرة اللولة بش يخرجك بش تصور والمرة ثانية بش تحضر الفيلم هيدا صحيح ولا غالط لا دا غالط فمشو صحيح ما صارش منه كلف لي محامي مرتين سيح صارت لي مشكلة وقفت معي واقف معي أخوياتي ودارنا واحد مولاي موش نقولك نحبش نحكي فيها هي هي نحكيها ذي صارت لي كما تصير على أي واحد على أي تونس قفيرش عبره حتى للناس منسمع فينا مشكلة صارت معاش نحب نرجع له هانا نحكي فيها اما نفهمش منه الكلمة ذي سيح صارت لي مشكلة دارنا وقفه معنا ووقفه معي أخويت ذي كان صارت المشكلة وانتي في الفيلم ولا قبل ولا بعد وقتين هيدا صارت لك المشكل قبل ما نبدأ والتورناش مبعد ما كمانا صورنا الفيلم المشكلة صارتلي فهمتني حبيت نفوت هالحكاية ذيه وفهمتني وننسيها شوية من مخي هاي اثنية جديدة توا تحلتلي قدامي إن شاء الله ربي سهل فيها ما تحبش تخوض معناه في التفاصيل محبناش نعرفه ادخلت للسجن يعني انتي قديش قعدت قعدت اربع شهور اربع شهور مشكلة اشياء ما تارف توا يبعثولي دي كومنتيري تارفش يقولولي يقولولي هو والد بيب لقويس والد حومة مكرم الزروي في السجن ما تقابلتش معاه ما شفتوش مكرم خوية الزروي ونحبه برشة الراه مكرم ريتو مرتين من العباد لي وقت لي جيت لي كيبه متاع هذيك حوارة تونسي أنا تكلمت عليه من أول وقت من العهد الزين تكلمت عليه قلت له محرام على مكرم ذاك الزروي شكون مكرم الزروي؟ مكرم الزروي كانت شد في العهد السابق ناس كل خرجو وهو لليوم مخرج عليه تحكم عشرين سنين على خطر هو كان نقدم نظام السابق ومن بعد دخلو لكم هو يروج في المخدرات وتحكم عليه عشرين سنين برشة ناس تحكموا في عهد بن علي وروحوا بالمحشوز وعليه ما روح زروي لي سمحني سمحني ليتا ولاي ولاي عجبني سويالك متاع مكرم ولاي مكرم العباد لي تنسيت ووريت مكرم تاهم حد يقريب الخمسة عشرين سنين سنين حبس وما وما عندو حتى قبل في العهد الزيال ما عندوش كل ما نقول لهم نحنا محجوز عندو حاجة ما عندو حتى شيث ومن بعد ما زيت جابوه أمه عديوه في الحوار التونسي واخته شو هني هني را وزيتو خلته عليه حكم اخر بيت من بعد الفوزة ذيك ايه ذيكا مكرم شاء الله من عنش كان رب يفرجه رب يفرجه يخويا الكل اه اشتاق فري مكرم الزروي تحية تحية حرام 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 يزيه مكرم منهم منهم صغير خليه في كرشمه طوف اللي يسيه حرام والتحومة ينحبه برشة متفقف برشة في مخه ومكرم يكتب اغنائيات تسمع غنائيات تيترو اخويا سيب مكرم الزروي وكعه ولا سيبوه حرام يزيه حرام فري مكرم ساحبي اخويا فري مكرم الزروي كله فري مكرم الزروي كله ونحيل غابوه الكل اللي قاعدين وقفين معاك كوكي اه كوكي وقف معاو فما برشة عالميين ووقفوا مع مكرم وحكينا على مكرم الزروي اكثر من مرة ولكن ما فماشيش يكون يجيه فماشي يجيه المكرم بركة رايز صارت له الحكاية بربي انتي وليد حومتك نتصور انو مرتو ووليدو يسكنوا في بب الاقويس مزينو وليد حومي الرا فيهم يوميا في النهار الراهم يوميا ولد مكرم وخويت مكرم ام مكرم الرام وليد حومتك يا اخويتو لبنيات واحد نسنو فرد حوم متعذبين تصور انتي واحد خمستاشرين سنين قلتلي شفتو في السجنة شفتو ايما شفتو ايما مكرم مكرم تعرف مكرم عندو كلمة منجم مكرم موجوع منها برشة حس منها برشة الربتية ذيه اللي عديها موجوع موجوع برشة 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 حبيتو حبي يروح كل كل عام يقول السنين روح كل عام يقول يسن كل يسايف اكتراف ايس ما عليها ايس 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 قدتور اس пришل انت بيرساي خلطوا عليهم حكم ماخر سورها واحدي لتقوم سراشن سنين عشرين خللت علي الحكم هو عدو غع قوم سراشن سنين عادي وشنين الحكم لكنهم عبيتو خلطوا عليهم حكم ماخر باب بايت معاين تبع تقع مخدرات و هيى مفهمش منه اراحكيت مخدرات جملة ربي فرج علي مكرم الزروي والله ما كنتش نتوقع انه كنت تكون قابلتو غاديكا للسؤيل مهم برشة اه صحته لباس هو لباس اه نتاور نفسه هو مش لباس اكيد قرق مش لباس اقول عليه لباس فالحبس هو واحد مش عادي يشارك كلك مريز تساركي شوك كبيرة في حياتي تسمع النسكي وتعدي الاخر شهرين كلك عملي خلي واحد خمستاشن سنين كاملين هو لعيده لباس ولا هو لباس ولا صغار ولا مرض سبحان ربي معناها ما هوش وجرم ما هوش وجرم ما هوش ما هوش وجرم اللي عمله ربي خرجم عمل افليم كاتب افليم باين عمل الغنيات باين ما تلقهوش مع انت في اوقات الفراغ متاعو يعن في حاجة طاقه كنس تيلو كراسة في يده ويكتب مكرم باين ان شاء الله ربي الله يفرج عليه الله يفرج ربي يفرج عليه سيدي مكرم الزروي فري مكرم الله الزروي ان شاء الله ربي يفرج عليه ورب يفق ذيقته خاصة امين نكملوا مع ليلى السؤال لاخر السين اللي فيها تم تحرش على بنتك في ياسر كانت صادقة ياسر خرجت هك احساس قوي برشة معناه اينا لحمي هكا شوكم حسيت حاجة معناه نحب نرجع بيك للحظة هذيك شنو الاحساس اللي يخرج ذيك احساس الامومة هل اللطف عليك كي انك تخيلت انو هذا صاير على بنتك ولا ما نعرش شنو الحاجة اللي جيت في مخك وقتا نحب نرجع بيك للحظة هذيك سودي ممثلة ممثلة فقط كهو ممثلة كهو معناها يخي انو عمري ما قمت بدوري شبه لي ما فهم حتى حاجة عشتها من الادوار اللي اللي اينا اسكو ريتني هكا في ادواري معناها اينا ليلى ريتني ليلى حقيقة معناها الشخصية تعرفني شخصيا تعرفني في الحومة تعرفني معناها كي نقعدهم بعضنا ولا نحكيهم بعضنا ولا في جميع حاليتي عمري ما كنت الادوار اللي انا خدمتهم الكل ونحبهم الكل ونحط نفسي في مكان الشخصية اينا وقلي اه حتني دلي في وسط بي بلاكويس مع الناس هذهم اينا وليت منهم عشت معنا البستها الشخصية البستها عشتها عشت عشت الحالة هذيك على خاطر الله لايوريها الحد معناها تحس بدوبل وجاعة ماينجمش تخيلهم العقل نبكي انا كي نعيش الحالات هذيك اراه على خاطر نحس بالنس نحس بوجايع الناس انا معناها نحس اي شخصية انا ما سلتها ارا انا كنت هي معناها الليلة هزة الشخصية مش شخصية بجاسور المخرجين ولو يهزوك ليلة دور الام اليوم الراك الام لحنينا الراك الام الصعيبة الراك الام المتسلطة عليش نقول المخرجين ميخموش في ليلة في الدراما التونسية كام غايبة غايبة ليلة شيبي خسار اليوم ليلة شيبي مش موجودة في الدراما التونسية أنا فهم أحد نحب نحييه برشا اللي هو سيد نوري بوزيت على الكلمة اللي قلت هالي مرة سيد نوري نحييه برشا المخرج الكبير هذي عدا قللي تخلفت أنا وياه في فيلم ميكينغوف ما كانش ما كانش معناها كنت ناقدة برشا للفيلم دكور دو كانت الذك يا أخي كعايتلي في ضربة جيزيب هت قلت معناها فريمان معناها كفية حياتلي معناها بعد عدا ديخلا والكل وكين المنتج اللي هو معناها ولد المنتج اللي يرحمه اللي هو في ضربة جيزيب انتوليكا في الموايا متخاج هذي غريبك جيزيري جيزيري لا لا ليه؟ ليه لا لا عدا أنا اتحكت قال لي ما تتحكش قال لي اينكي خممت في دور الأم قال لي ما فماش أحسن منك جي أم معناها يظهر لي اللي أنا تخلقت بش نكون أم والحمد لله و الله لا يحرم مميمة ما هالإحساس هذية وأي مرة عند هالإحساس هذة تجيب ولا ما تجيبش أي مرة ولو أني ملي أنا صغيرة عمري ما نحب نعرز كيقولولي بش تعرز تنولي نبكي معنى انت فجع فمت وفمت وككبرت فمت لتاو ما فجعه حتى أنت قاعدة سبع عشر سنين بش تطلق وليه وطلقت بعد ما هو توفى معنى شوش ميت في ثلاثين فئة ومورفت شاية لي لي ما حاجتيش أنا أهم حاجة عندي أكدر المكنونة بنيتي ربي فضلها وفضلها ونحبكم برشا كلهم وربي يهنيكم شوالي ما ميعدة إن شاء الله على قريب بش نوفة بك إن شاء الله هذا يا شهرة تبدل راهو سيف وتخوف خاصة الناس اللي تحبك مرتك خافت عليك من شهرة والله إليه مرت يساعة وانت تتاوى داخل في في اتنية نجم تكون موجود في مارجانات عالمية مرت الحياة برشا محب برشا عنا يوسف ربي فضل ربي فضل عمرو 13 سنة يقرر سنة ليسي واحد وليش سما مش نية شهرة ما تعني نيش أنا شهرة ما حبوب معنى جوابني خافت وغارت ولا لي؟ لا لي مش بني سمعت ليه متغش عليك تغشت 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 هذيك على حاجة بركة هي اللقطة اللي صارت في الفيلم ليه نحنا نصوره فيها نحب ديما نوضعها السيكونس هذيك مشهد الحميمة اللي صار مشهد الحميمة هذيك تغشت ومبعد فهمتها قطرها تمثيل وواحد سيبون طول صفام ريقلين رب يفضلكم لبعضكم ورب يدوم العشرة أي باشو خطر جديد على هذيك نرمال نرمال فهمتها تفاهمت معايوة عليش فهم برشا ممثلين نسيهم يغيروا حتى كان مهمش جديد رب ممثلين محنا نذكر لطفي العبدالي حكي مرة قال كيفش مرتو تغير علي هذي منتحبوش يتصير حاجات معناها أوزي هذيك الغيرة هذيك موجودة متحاش عند نسير كل بتبع ليلى الشيخة الشيخة وقت إيش؟ الشيخة إن شاء الله بيانتو وقت إيش؟ إن شاء الله اللي هي الهو ستين كنتينويته د ترشيخة تروى فهمت؟ اللي هي الشيخة تو سمبل ما اللي هي إن شاء الله تكون حاضرة فانت ومواد مارس إن شاء الله على خطر الحقيقة الكتيبة صعبة برش؟ بيانسر صعبة خاصة بيش تتبدل تتبدل الاكتواليتي والشيخة خمسة وعشرين جويل والشيخة الأحزاب اللي تودعات موجودة وخطر إنا نمشي أكثر في كتيبة مسترحية معناها مانيش نكت ومانيش مفادلك لكن نضحك ولكن بالكتيبة اللي هي فكرة أنا نخلي الفكرة وخلي الناس تكتشف في الشيخ واخر معناها فريما أنا قلبي وجعني برشا على خطر ترشيقها دو كان اخر عرص في مدينة ثقافة اللي شيخوا فيه العباد بالزحك ومبعدها جيت الكونفينما واحنا توى في ثالث عام كونفينما وبربي نحب نقول حاجة للاعلميين وللزملاء عب عليكم وقت اللي تقولوا نحكي على إنساء دا كوردو وقت اللي تقولوا أنا أول واحدة نجحت في الوان وومن شو على خاطر التاريخ أنا أول مرة عملت الوان وومن شو عام سبعة وتسعين شحة تحكي على وجهة جندوبة آآ قالوا لي ومسمع قالتها معنا بفكرة سيمي توقف آآ آآ عيب باكش تحكي على جماهيريا وطول السنوات وهي عام تقدمت عوضة لو كان بش نحكيه على طول السنوات أنا من عام سبعة وتسعين حتى التو نخدم في الوان ما ان شو وهو ما وراي كن ربي ما وراي أحد وراك تاريخ طويل ليلة الشاهد وراي تاريخ طويل وكتب علي سيمون صف شرف الدين أغتيكل لا ينسى أنا كنذكر ونبكي على خاطر قتل وأنا منستحقش وقتها ذلك النقد الكبير ربي يشد في أنفسه وفي صحته كتب أولاً ومن شو إيبوستو فلان لاتات سوغلية زيبال إيجي توجوغ لاتات سوغلية زيبال ونحييها واجيها لكن لتصحيح المسائل عيد كونه لكي وكيكا عندك زملائك قبلك يلزم تقول نحيي ليلة شابي اللي هي شجعة إنساء كونه بش يدخلوا للكوميدي والكوميدي ليست حكراً على الرجل خسارة جت في الأخر الموضوع حالي نايا الله غالب أنا فرحانة بيك برشا وفرحانة بخدمتك والأكيد أنت فنانة متقلقة وعندك روح وصادقة برشا إن شاء الله نشوفك في أعمال ناشحة ليلة شابي إن شاء الله نشوفك في رمضان نحب نشوفك في رمضان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شكرك برشا سيف المناع نتمنى لك التوفيق والنجاح الله غالب الوقت ما عادش يكفيني شكراً لك رمضان نشوفك نشوفك رمضان نشوفك